السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله فيديو خاص بعشق السمك بحالي ان شاء الله غدا نتشارك معكم السمك في الفرن و الكفتة في الفرن كذلك وصلاة ساخنة وصفة السمك تمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم تفطلوا معي باشتفوا تفاصيل الوصفات بسم الله على بركة الله بالنسبة لكفتة ديال السردين ونحتاجوا لقصبر مقطع والمعدنوس هنا عندي بصلاة مقطعة رقيقة فلفلة حمرة مقطعة رقيقة بكتشوفوا معي وشوية ديال الحامض يعني معلقة كبيرة ديال عصير الليمون هنا غيق بيسة ديال الفلفل الاسود تحميرة هي البابريكا الملح هنا عندنا آآ الزنجبيل والتعوم هنا عندنا شوية ديال الزيتون اخضر مقطع رقيق الحامض مصير مقطع رقيق شوية ديال الهريسة هريسة كتبقى على حسب الضوء وهنا عندنا آآ القصبر والكامون آآ الكركم هنا الكركم و آآآ الكركم او الخرقم بلدي هنا عندنا شوية ديال الزيتون سافي غنجي نضيف جميع المكونات كيف ما كتشوفوا معي آآ الكفتة انا استعملت كيلو نكتب لكم ان شاء الله آآ المقادر اسفل الفيديو آآ بالنسبة للبصلة والفلفلة ضروري ما يكونوا مقطعين رقاق الى كان عندكم ربو ما كتعشر قيق فممكن انكم تحكوهم يعني في الحكاكة انا غنضيف هاد الكيميات اللي شفتوا معي كاملين ديال التوابيل آآ سمحوا لي كتر شوية من المقادر ولكن ارى الكفتة ديال السردين ضروري ضروري ما كان ما نضيف يعني بساف ديال التوابيل لان المضاق ديالها مكعجبناش آآ يعني في الطاب ديالي في البيت ديالي مكعجبه مش لما كانش فيها توابيل كتيرا وكينا طرق اخرى لتحضير الكفتة ديال السردين نخلي لكم ان شاء الله الروابط اسفل الفيديو اللي ضروري ضروري ومؤكد هو ذيك البصيلة وزيت الزيتون كيجين المضاق ديال ديال الكفتة بحل الكفتة يعني كيجين واحد المضاق مختلف اكتر ييلة شوينها يعني ممكن شويوها اما في المقلة او في الفورن احتى في المقلة كتجي انا غنتبتهم هنا في هاد العويدات هادو وسافيدة بغدا نغطيها وغدا نخليها حتى الوقت ديال التقديم هادو نوضعها في تلاجة حتى الوقت ديال التقديم عاد كندخلها الطيب في فورن ساخن كتكون درجة ديال حرارة ديالو ميتين وكنخليها اربع ساعة سافيك توجد كيف ما كتشوفوا معي اقدر الشب شوية ديال زنجلان هادي كتبقى اه اختيارية يعني لابغيتو مشي ضروري هادي غي اضافة كتزيد وحد النكهة احتى هي وبنسبة لكفتة ديال السردين هاد المرة خليت لاجة جلدة ديالها لان احتى هي فيها فيتامينات هنغندوزو التتبيلاء ديال سامك هندرت تومة شوية ديال القصبور هاد الفلفل الوردي كيبقى اختياري يعني ممكن استغناء عنه وهنا عندنا زنجبيل شوية ديال البودرة ديال الكوفيت اللي تهي اختيارية وشوية ديال الكركم والملح شوية ديال فلفل الاسود والكامو نضفته هنا حبوب والبابريكا اللي هي تحميره وغد نضيف هنا القصبر والمعدنوس اللي ممكن نعوضوه باما ازير ولا اه ولا الريحان هنا اضفت شوية ديال زيت السيتون واللي نسيت ما ضفت هو الحامض يعني ضروري انك نضيف شوية ديال حامض يعني ممكن نضيفوه صافي وكنا رقدوا هذي الترقيدة ديال الحوت نقدروا رقدوا الحوت ديالنا ونخليه حتى الوقت التقديم اه بعد باش كنا نستعملوه نطقيق لغدا نمروه فيه من بعد منا غدا نبغي نطيبو غدا ناخد هنا يا اخديت الفينو او سميدة اه هنا اخديت الفينو اللي هو اه سميد الرطب انضيف لي شوية ديال زعطر ولا زعطرة ولا بزوج ولكن عندكم هنا عندي البصل اه المجفف اللي هو اه لشالوت وشوية ديال الملحة وهنا شوية ديال الحار وكيف ما كنتشوفو معايا كنحاول نزول زائد ديال الشرمولة كنضيفو لداخل وبطبيعة الحال را كينين طرق اخرى يعني هاد السمك هادا ما كيحتاش بزا بديل التوابيل ماشي بحل الاسمك اه اللي كتكل لون ديالها اسود عدا يعني غيب شوية ديال ازير وشوية ديال الملحة وشوية ديال التومة كيجيزوين ولكن انا هاد المرة بغيت اه يعني السمك يكون بنكهة مغربية وهنا نفس الشيء بالنسبة الميرنة لابغيتو تقدروا تزولو لها يعني الراس ديالها وتحيدو حتى السلسل حتى هو هادك تتبقى طريقة اخرى اه يعني ممكن هاد لفاغين هادين ضيفو لها بيضاء وندوزوها في البيض حتى الشيء مالا ان شاء الله ونشارك معكم هالطريقة احتى هي سافي كنمشي هنا اه اللاطة او السينية كننهنها بزيت الزيتون طروري ما كنناخدو هادك الورق باش ما كيلسقش لينا اه الحوت انا اختي تقريبا اه معلقة كبيرة ديال زيت السيتون صافي وغدا نستف هاد السمك ديالي كنكون وصخنا الفرن من قبل اه دائما درجة ديال الحرارة ديالو تكون اه من ميتين حتى الميتين وعشرين صافي كيف ما كتشوفوا معي غنزيد ندهن عودتاني شوية هادك الحوت من الفوق وحتى هوا كنخلي وحتى اللوقيته ديال التقديم وكندخلوه في الفرن درجة ديال الحرارة ديالو كتكون معالية هنا بسم الله غدا نحطر اه سلطة لغدا تكون سخونة اه هنا اضفت اه زيت السيتون الكركم اه زنجبيل وشوية ديال الحار شوية ديال فلفل الاسود شوية ديال القصبر انا يعني اضفت توابيل مغربية العادية وشوية ديال الحامض شوية ديال التومة اه شوية ديال فلفلحة اه حلوة مقطعة رقيقة وهنا بصلة اه رقيقة يعني كنواحدة تجانس في في المعضاقات الى لحظه يعني كل شي عنده تقريبا غا يكون عنده واحد المضاق اللي مقارب انا عندي اخيزه مقطع قطع هذا اخيزه ممسلوقش اه القرعة احته هي ممسلوقش مقطعتهم مكعبات وهنا الحمص اه مسلوق انا الحمص اه سلقته من قبل صافي كنحرك هاد شي مديان كنخلطه نحاول ما امكن يعني باش تتخلي هذيك التوابل ديالو وحتى هاد سلطه هذي قدروا نوضعوه على زجن ونخلي حتى الوقيت التقديم وعد كندخلو الفران يعني هاد شي كلو كنوجدوه من قبل وكنخليوه يعني واحد ساعة قبل ما كنبغون سربيو يعني هاد المائدة ديال الاكل وكنطيبو اه حتى ايان نفس الشي يعني الفرن كيكون درجة ديال حرارة ديالو ميتين هنا في مقلات غدا نوجدو السلطه ديال ديال السفه هنا عندي اه مطيشة محكوكا او مطحونة اه شوية ديال قصبر مشي بزاف والملحة وتحميرها يعني نفس التوابي اللي غدا اللي استعملت في كل شيء اه الكوركم وهنا عندي الحمض المصير يعني تقريبا استعملت نفس التوابيل اه هنا اه القصبر والمعدنوس كنضيف شوية دابا وشوية نقدر نزيدوه من من بعد هنا عدنا التومة يعني الكيمياء ديال السلطه وهنا زيت الزيتون كيمياء ديال السلطه كتستعملوه على حسب الكيمياء ديال السفه لغدا تستعملوه وهنا اضفت الكلامة عندي ديال 500 جرام ديال الكلامة انا اضفت هنا كل شيء في مرة لان كلها كتستغرق عشرة ديال ديال دقيقة ديال في الطياب هنا اضفت قشرة ديال كخوفيت اه حتى هي كتبقى اختيارية وهنا اضفت ورق الغار او ورق ديال سيدنا موسى هنا الزنجابيل كنت نسيتو بعد ضفته كنت نسيت حتى الملح تهوان اضفته حتى الاخير دبات قريبا وجدات لي اه السلطه دبا مني وجدات يعني داس عشار دقايق ضفت اه لكخوفيت طفي هنا دا بطفيت عليها هنا ونندوزو باش نحضروا هاد السلطه العجيبه اللي داقها كتعجبو اه وبزا بدي الاخوات جربوها فيت مني اندزلتها اه عندنا غيل فلفلا حمراء يعني شوية كنزولو لها القشرة شوية ديال التومة شوية ديال الملح شوية ديال الحار يعني وله الهريسة شوية ديال الحامض والكامون شوية وهنا البابريكا اللي هي تحميرها صفي كنتحنوها وكنشحروها واحد شوية في المقلة بحلة كنسخنوها واحد شوية صفي ماشي مزاف وكتصبح وجدة وهنا ديال البصيلة هادي كنحمروها غي مع شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال اه ديال ملح احتها هي كنقدموها مع السفا دا بوصلنا المرحلة ديال التقديم هنا السفافيت مني تلقي اه تشاركت معكم طريقة غدا نخليكم ان شاء الله الرابط اسفل هاد الفيديو اه سافي غدا نقدمها بحلة بحلة غدا نتفن يعني بحل السفا المدفونة غدا نتفن السلسة الداخل وإلا بغيتو يعني ممكن تخلطوها بحل البايلة يعني تخلطوه السفا مع البايلة في المطبخ الاسباني كينا واحد البلا عندهم كيخلطوه كيطيبو يعني الشعرية مع الفواكه البحر معالي كخوفيت وماطيشا و احترشي مرة ان شاء الله نتشارك معاكم الطريقة سافي كيف ما كتشوفوا معي انا اختارت هاد المرة انقدمها هاكدا يعني السفارة ما فيها اول وفيها غي زيت الزيتون والملح سافي طيبتها غي بخرتها بزيت الزيتون والملح سافي قدمت الطبق على هاد الشكل بالنسبة لهاد اللبصيلة هادي كتجيز زوينة بزاف وفيها غي الملح و يعني الملح وزيت الزيتون يعني كتخلي وقتك التحمر مزيان كيف ما كتشوفوا معايا سافي وخضيت شوية من هاد السلسة يعني قدمتوا في هاد الاطباق هاد في هاد الطبيسلات هاد وكيف ما كتشوفوا معايا حطيت السفاف الوسط وبالنسبة الكفتة دي السردين كتقدموها مع هاد السلسة هاد السلسة الحمراء السلسة دي الفلفلة كديل ديدة بزاف يعني كوش يسوي لكم شنو درتو فيها لانا كيجي المدق ديالها مختلف على السلسة دي المطيشة يعني الشرمو ولا اللي مول فين كنحل كنحضرو سافي هنا قدمتها مع يعني خضر يعني السلطات المغربية المعروفة شاركت معكم يعني الوصفات من قبل ومع السلطة السلطة اللي طيبت في الفرن حتى هي كجيل ديدة بزاف أتمنى ان شاء الله تجربوها وسهلة يعني ضغية هاد الوصفات كلها سهلة ما كتاخدش بزاف ديال الوقت وبالنسبة اللي كخوفات هنا اللي زوقت بيهم يعني زينت بيهم غي دوزتهم غيب شوية في زيت الزيتون يعني شحرتهم سطيتهم في شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال قصبور سافي أتمنى ان شاء الله يكون الوصفات ديال اليوم أجبوكم وبالنسبة الحوت اللي كي طيب في الفرن يعني مني كنشوفو في المنظر ديالو كيجي بحلارة مقلي وهو راغي طيبعي في الفرن مني كيجي صحي وخفيف ما كيجيش تقيل وكيف ما كتشوفو معي السلطة المشوية حتى هي جزوينة بزاف ومنظر دياله جزوين حتى الماداق أتمنى ان شاء الله يكون الفيديو دياليوم من الإعجاب ديالكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة